في آية برسالة رسول بولوس إلى أهل روميا صحاح 3 أنا بقتبسها وبعدين ممكن يعني تعطي تعليقك في آية 23 إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع يعني بيبتدي من خطية الجميع أيها وعوزهم مجد الله إلى الفداء والكفارة من أجل الجميع صحيح هو يقال أن رسالة روميا هي رسالة التبرير فبدأ الرسول لأنه رجل منطقي بدأ بهل هناك لزوم للتبرير هل في حاجة؟ فأجابة نعم في أصح واحد واثنين ونص أصح ثلاثة بيثبت الذنب على اليهود وعلى الأمم الأمم نوعين في أمم عايشين في النجاسة والفجور وفي أمم محترمين زي أفلاطون وأرستو وسقراط بيعلموا الفضيلة قالك لا خير في ده ولا خير في ده لأن ده بيعلم الفضيلة لكن عايش في الرزيلة وهذا ما أثبته مؤخرا التاريخ يبقى إذن الأمم محتاجين لأنهم مذنبون واليهود أيضا محتاجين لأنهم مذنبون وده اللي ختم بكلامه في رمية أصحح ثلاثة الآية عشرين فبيقول كده في أصحح عدد عشرين لأنه بأعمال النموس كل دي جسد لا يتبرر أمامه لأن بالنموس معرفة الخطير أما الآن نتكلم عن شيء جديد ظهر بر الله بدون النموس مشهودا له من النموس والأنبياء بر الله إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق ليه لا فرق إذ الجميع أخطأوا وأعوازهم مجد الله واحد قال تعبير جميل قال إن فيه ناس عندها أخلاق وفيه ناس ما عندهش أخلاق معروف لكن قالك مثلا لو سألت مين اللي يقدر لو رفع إيده يلمس الأمر اللي فوق جبل هيملايا ولا اللي عند البحر الميت اللي هي أوطى نقطة فيه مين اللي يلمس قالك في الحالة دي لا فرق فاللي فوق جبل هيملايا لو رفع إيده مش هيمس الأمر واللي فتحت في أوطى نقطة مش هيمل فبالنسبة لما يطلبه الله من قداسة يرتضيها لا فرق الجميع أخطأوا وأعوازهم مجد الله يعني الفاجر أوي ييجي للمسيح هيخلصوا والمؤدب أوي يحتاج خلاص المسيف عليه أن يأتي